مزال خير اليوم شاء الله رح نحكي آخر جزء عنا بهذا الفصل بمادة صيدلانيات اثنين اللي هي رح نحكي عن تطبيقات لاستخدام القازز الفارماسي فعليا رح نحكي عن الاروسولز هلا بداية في عندكم بعد ما نحنا حكينا عن الفاكترز اللي بتأثر على السيوليبيليتي للقازز اللي هم التمبرتشر والبرشر في عندكم يوزز وفذا قازز الفارماسي ايش استخدامات القازز بالصيدل اجمالا هلا رقم واحد انه ممكن هذا القاز هو نفسه يكون زي عندكم رقم واحد يعني زي الغازات اللي تستخدم في التخدير بتوقع هلا كلكم رأتوا عليها بفارما اثنين هذا اول استخدام استخدام التاني انه استخدم هذا القاز استخدم هذا القاز حتى اكون هالشكل الاروسول الشكل الصيداني اللي هو الاروسول مشان احضر او اقدر اعمل administration ل different type of active drugs خلينا اهللكم مثال الاروسول مثلا اذا مرأتوا على الصيدليات في عندكم انتسبتك بيكون مطهر للجروح او للتعقيم بيكون على شكل بخاخ هي فعاليا الاروسول انا بحكي عن البخاخ في عندكم كمان البخاخات اللي بتستخدم او فعاليا نحن مسميهم انهيلورس بيستخدموا لالازمة هلا اللي بيستخدموا بالازمة هي بتكون عبارة عن بخاخ بس مضاف لالها في عندها جزء اللي هي الموتل سبيس حتى يقدر المريض يحط هذا البخاخ بالثم وبيعمل ضغط على هذا البخاخ وبيقدر ياخد الactive ingredient وبيقدر ياخد الدوز المطلوبة فهذه هي الاروسولز لها دفرنت خلينا نحكي شيبس لكن هذا المبدأ الاساسي للاروسول هلا هذي الاروسولز اذا انتفقنا انه نحن ليش نحن ندرسها بالغازيزستيت لانه حتى نكون هذا الاروسول لازم نكون في عندي غاز هذا الغاز عادة منسميه لبروبيلانت بروبيلانت يعني عبارة عن غاز دافع مجرد وجوده بهذا الكان بهذا البوتل تبعة البخاخ بساعد على انه يضغط ويخرج هاي المواد اللي موجودة بهذا جوه البخاخ عن طريق تيوب وتطلع من خلال فالف سمم وتطلع على شكل رذاذ او بخاخ ممكن تكون على شكل الرذاذ اللي هو خلينا نحكي dust spray على شكل غبار او رذاذ او ممكن تطلع على شكل فوم رغوة زي مثلا اللي بيستخدم الفوم اللي بيستخدم مثلا في shaving foams اللي هم رغوات الحلاقة بتكون على شكل برضو كمان زي شكل البخاخ لكن بيطلع منها عن طريق الضغط على هذا البخاخ بيطلع فوم لكن الاكتر رح نركز عليه اللي هو اللي بيطلع على شكل الرذاذ او خلينا نحكي spray هلا اثناء تحضير الاروسول طبعا هذا الاشي حرجع ايدو هلا بالتفصيل بس انا عم بحكي لكم شو الاشكال اللي بنترس فيها الغاز النوع الاول انه يكون هو نفس الactive ingredient زي في حالات التخضير الانستيزيا زي الهلوثين وهذا اخطوه بفرما 2 اول حالة التانية انه استخدم هذا القاس بنسميه propellant بتحضير البخاخات حتى نستطيع ان نحول هاي المادة اللي بتكون موجودة جوة البخاخ لأو جوة علبة البخاخ لرذاذ قلتلكم اما بكون على شكل دستي سبري او بكون على شكل فوم حنركز اكتر على الدستي سبري اثناء تحضير الاروسول في عنا امور لازم ننتبه لها او taken under consideration اعتبارات لازم ننتبه لها اثناء تحضير الاروسول اول اشي شنوع الجاز اللي نحن نستخدمه هلا رح تشوفه لما أبلش احكي على هدول البرابلاند هحكي انه هذا الجاز والله انرت هذا الجاز توكسك هذا الجاز انفلم قابل الاشتعال او قابل الانفجار اذا بهمني وانا عم بحضر بهذا الاروسول اكون منتبه شنوع الجاز الفوليوم في الجاز كمان مهم the pressure needed and the size of the opening of the orifice الورفز اللي هي الفتحة الفالف هلا رح تشوفه انه في عندي صمام وفي عندي اكتشويتر اللي هي فعليا الكبس اللي بتضغطها على البخاخ بيكون فيها فتحة هيا الفتحة بيطلع منها الرذاذ او الفوم احنا هنركز على الرذاذ اكتر اللي هو على السبري رح يطلع منها هذا السبري هلا قديش حجم هاد الفتحة قديش الpressure اللي انا بحاجة انه اضغط عليه على هاد الاكتشويتر ورح نشرحه هلا اشوه الاكتشويتر كمان مرة اللي هي خلينا نحكي البتم او الكبسة اللي منكبسها او منضغط عليها حتى يطلع هذا البخاخ او يطلع الرذاذ من هذا البخاخ بناء على هاد الpressure اللي انا عم بضغطه بناء على ال opening of the orifice هادول رح يحددولي فعليا الدوز اللي عم تطلع بكل مرة نحنا بنضغط فيها على البخاخ اذا مهم عندي في تحضير الايروسول اكون منتبع على type of the gas volume of the gas the pressure needed and the size of the opening of the orifice هلا في عندكم هاي الصفحة هاي الصفحة مش موجودة عندكم بالكتاب موجودة بتوسية القديمة لكن انا بفضل نشرح تعريف الايروسول عن طريقة هاي الصفحة فترجعوا بتعملها screen shot بتكتبوها بخطئتكم اللي بريحكم انا بهمني تحديدا اول فقرتين وهي الفقرة هلا احنا نشرح اول جملتين او فقرتين موجودين عندكم اللي هو تعريف الايروسول احنا عم نحكي عن بدي اعطيكم كمان مثال على الايروسول اللي هي بنستخدمها بالكوزماتيك اللي هي البرفيوم على بالعطر هذي بنسميها كمان ايروسول انا بحكي عن الاكتب ميديكيمنت موجود عندي يا اما هذي مهمة يا اما ديزولفت او ساسبندت ساسبندت يعني معلق دايما انتفقنا ساسبنشن معناه معلق او امالسيفايد والامالشن معناه مستحلب اذا يا اما بكون على شكل هذه الاكتب انجري☆ جوه الاريسول هذه اشكال الاريسول مهمة اما بتكون الاكتب انجريasury بتكون ذائبة في البربلنت اتفقنا الغاز الدافع او ساسبندت بهذا البربلنت بتكون على شكل او ساسبندت بهذи البربلنت او على شكل امالسيفايد بهذي البربلنت اذا الاجتب التايب الاول انه اما تكون هي ديزولفت او ساسبندت او امولسيفايد هاي الاكتف انجريدينت بالبرابلنت او انه هذا الاريسول نوع الثاني يكون بيحتوي على ميكسشور اوف سولفنت انت برابلنت يعني يكون في عندي سولفنت دائب في هذه المادة الاكتف انجريدينت او كون ضيفة لقلو كمان برابلنت بيكون في عندي اذا في عندي انا ميكسشور من سولفنت بيحتوي على الاكتف انجريدينت او عفوا انتي او مثلا ممكن يكون في عنا بريزيرفاتيف وغيرها من المواد كلها بتكون موجودة بهذا السولفنت مع كمان برابلنت اذا يا اما بيكون انا عندي البرابلنت هو نفسه بيكون عبارة عن السولفنت فاما بتكون في هاي المادة الفعالة ذائبة فيه او ساسبندت فيه او امولسيفايد فيه او انه بتكون هذا البرابلنت موجودة بس كأنه كغاز دافع حتى يساعد بيخراج هاي المادة على شكل سبري من الارسول فبتكون عبارة عن ميكسشور من هذا السولفنت مع البرابلنت كلها باكجد ان ابرشورايز رسول كونتينير هلا وان لتل بريشور از ابلايد ان دفالف اللي رح يصير لما نضغط على هذا الصمام او نضغط على الاكتشويتر بيفتح الصمام نتيجة هذا الضغط رح يخرج هذا الاكتف انجريدينت على شكل فوم او مست اللي هو حكيت لكم زي غبار هلا ازا منيجي هونح لكتابكم ازا اول شي انا بهمني هون هادا التعريف اللي اشرت لكم عليه كتير مهم اذا اتفقنا هادا الارسول يا بتكون في عندي المادة الفعالة ذائبة فيه ذائبة فيه على شكل اما بتتكون ديزولف ذائبة عفوا بالبرابلنت اللي هو الغاز الدافع او سسبندت فيه معلقة فيه او امالسيفايد فيه او انه بتكون عبارة محضر من ميكسشور من السولفنت مع البرابلنت هلا ازا بتقرؤوا عندكم التعريف هون الارسول انا قلتلكم بفضل التعريف اللي اعطتكم يا قبل شوي لانه هو اوفا هو انا عم بحكي لك ان الارسول اما يكون عبارة عن سسبنشن او فاين سولد بارتكل او ليكويد دروبلت ان ان اير او ناثر غاز موجودة باثر غاز اللي قلتلكم هو برابلنت هذا الغاز او اتفقنا انه يا اما بتكون ليش قلتلكم هذاك التعريف لانها هي بتكون ديزولف يا اما بتكون سسبندت يا اما بتكون امالسيفايد لذلك بفضل هذاك التعريف او 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 حكي لكم انه هاد عبارة عن سبستانس مثلا تكون ليكويد عبارة عن سولوشن مثلا مادة ذائبة في سولفنت او معرضة لبرشر موجود في عندها ميكسشور مع برابلنت غاز رح هذا البرابلنت غاز رح يعمل قوة دفع لهاي الماتيريال او لهذه السبستانس وبتطلع لشكل فاين سبري من الاشياء الكتير مهمة بمحاضرتنا اليوم نعرف الكمبوننت وفذائي رسول هاد كتير مهم هاد البخاخ شو الكمبوننت تبعونه اول ايش في عندي الكمبوننت اجي احكي شو الماتيريالز اللي موجودة عندي الماتيريالز اللي موجودة عندي كمواد مش بكيجنج او مش خلينا نحكي كنتينر اذا جينا للمواد عندي برابلنت وعندي البروداكت كونسنتريت عندي المادة اللي انا الفعالة وعندي البرابلنت هنا اذا يوجد البروبلنت عندنا عين منو اول اشياء هنا اذا بطلعوا في عندكم البروداكت الي هو الكونسنتريت sposób مع ليكويد بروبلنت كيف ليكويد بروبلننت احنا تفقنا الله هو غاز دافع ليكويد بروبلنت معناته نحنا عملين بحيث انه نحن معرضينه يا اما مقليلين درجة الحرارة او عاملين عليه او ضيفين عليه زايدين عليه الضغط فبالتالي يصر له هذا الغاز النوع الثاني من البرابلنت بكون لازم يكون في عندي هنا منسميه the head space head space يعني اللي هو في البداية head برأس هذا البخاخ في عندي space هذا ال space بكون في عندي البرابلنت على شكل بابر بكون في عندي البرابلنت على شكل بابر اللي هو غاز اذا هذا بنسبة للبرابلنت وبنسبة للبروداكت كونسنتريت فيه كمان عندي من مكونات هذا الارسول طب انا في عندي الكنتينر اللي بدأ احط فيه هذا الارسول هذا الكنتينر اللي هو عبارة عن كان العلبة اللي كان اللي هي العلبة اللي هي بمعنى اخر الكنتينر اللي هي الكنتينر طيب غير الكنتينر في عندي ال valve actuator and the dip tube اذا كمان مرة اتفقنا انه انا في عندي كمواد عندي البرابلنت بابر بتكون موجودة فوق بمنطقة الهيد سبيس هون بالهيد سبيس وبرابلنت ليكويد مع الاختف انجريديينت مع البروداكت كونسنتريت هون على شكل ليكويد عملين له لهذا البرابلنت ليكويفيكيشن في عندي كمان الكنتينر اللي هي الكان غير الكنتينر في عندي ال valve and actuator هلا اول اشي الاكتوويتر هادي اللي هو عبارة عن ايش عبارة عن الكبسة او البتم اللي when pressed valve open كتب لكم يا هون منسميه مشغل منسميه مشغل when pressed when press valve open يعني لما تضغط على هذا الاكتوويتر تضغط على هذا الاكتوويتر ال valve اللي هو الصمام رح يفتح ال valve اللي هو الصمام رح يفتح هنا في عنده دب تيوب هذا التيوب بيكون اميرز منغمر ومنغرس في هذا الليكويد لما نضغط على الاكتوويتر لما نضغط على هذا الاكتوويتر اللي هو المشغل بيفتح الصمام بالليكويد من خلال البرابلنت اللي هو غاز دافع رح يمر بهذا اليتيوب ويطلع لشكل رذاذ من خلال فتحة بتكون موجودة هون اللي اتفقنا اللي يسمها الأورفس هلا الشغلة ثانية بيحكي لكم اياها عادة على هذا البخاخ فوق الاكتويتر بتكون في عندي كاب غطو بس هاي اضافة محب انكم تعرفوها بجب اقولك ايش الماجر كومبوننت في ذايروسول عندي بروبلنت واتفقنا في عندي بكون عشكل فابر بمنطقة الهد وفي بكون ليكويد مع البرودكت في عندي كونتينر وممكن تلاقوها مكتوب الكان اللي هي العلبة فالف اند اكتويتر الاكتويتر هو المشغل نضغط عليه بيفتح الفالف اللي هو الصمام وفي عندكم كمان ما تنسوا الدب تيوب هادة التيوب اللي بكون منغمر ومنغرس بهذا الليكويد وفي عندنا البرودكت كونتريت هلا احنا اتفقنا انه كاشكال اما يا اما بلا تكون انا اصلا هادة البروبلنت هو المذيب لهذا الاكتب انجريدنت تكون فيها ديزولفت او سسبندد او امالسيفايد او اتفقنا زي هون مثلا عندكم ميكتشر هادة الميكتشر بتكون من سولفت فيه هادة الاكتب انجريدينت مع كمان ليكويد بروبلنت طيب شو هذا البروبلنت اللي احنا عم نحكي عنه من بداية المحاضرة البروبلنت فإنه هو غاز دافع هو pressurized gas that is subsequently used to create movement هو دافع فبيعمل موفمت بيعمل حركة لهذا الفلويد to generate propulsion of a vehicle projectile or other object إذن هو عبارة عن غاز دافع بيعمل موفمت لهذا الفلويد اللي هون لما يعمل موفمت لهذا الفلويد اللي هون بيعمل على دفع لهذه المواد سواء نحنا بنحكي عن الvehicle solvent او active ingredient كل هاي المواد حتى تطلع خارج الاروسول انواع هذا البروبلنت في عندي liquefied gas system وفي عندي compressed gas system liquefied تفعلا انه بتكون تصير liquefaction لهذا البروبلنت وفي عندي compressed gas system عبارة عن غاز صير له compression هلا الtype of propellant اول نوعين عندكم الكلوروفلوروكاربون والهايدروكاربون هذول التنين اكتبولي عليهم liquid gas system هذولها liquefied gas propellant او liquefied propellant إذن كمثال على الليكوفايد مهمة مثال على الليكوفايد مثال على الليكوفايد propellant عندكم رقم واحد وثنين لهم الهايدروكاربون لايك والكلوروفلورو كاربون مثال على القاز او الكومبريست قاز عندكم رقم ثلاثة اصلا هي مكتوبة كومبريست قاز إذن نجي للأول اللي هو الكوفايد قاز عندي نوعين الكلوروفلورو كاربون والهايدروكاربون مهم نركز على الصفات كل واحدة فيهم الكلوروفلورو كاربون بدنا نحفظهم انا حطى لكم داش عشان تقدر تحفظوهم اسهل هدول منسمهم كلوروفلورو كاربون لحظوا فيهم كلور وفلور وكاربون باختلاف عدد الذرات الادفانتج لالها الميزات بهذه الكلوروفلورو كاربون برجة بعيد هي من هي انرت لما احكي انرت ما في عندي اي نوع من انواع الانكومباتيبليتي يعني هي متوافقة مع المواد الموجودة فيها سواء كانت نحن بنحكم متوافقة مع الكنتينر متوافقة مع الاكتف انجريدينت يعني ما عم بصير عندي اي تفاعلات سواء الكنتينر ولا الاكتف انجريدينت فبالتالي بتظلي التركيبة ثابتة وستيبل اذا ما في عندي اي نوع من انواع الانكومباتيبليتي نو انكومباتيبليتي انرت هذا المادة كلما كانت انرت دايما الايكسيبيтер كلما كانت انرت كلما كانت افضل أفضل طبعا هون برابلنت عم بعتبره اكسيبي klimat هو مش ما تدفع عالي Lack of toxicity هذا الكلورو فلورو كاربون مش توكسك مدام مش توكسك شيء كتير ممتاز أستخدم أنا ما بدي أستخدم توكسك ماتيريال بذات إحنا لما نحكي عن البخاخات اللي بتستخدم في حالات الأزمة هدي عم نستخدمها لفترات طويلة فبهمني أنه هذا البروبلنت ما يكون توكسك Lack of explosiveness ما يكون قابل للانفجار Non inflammable إذن هو بالنسبة لكلورو فلورو كاربون هو أنرت هو مش توكسك مش سام مش قابل للانفجار ومش قابل للإشتعال Non inflabable يعني غير قابل للإشتعال طب شو disadvantages لإله معناته إيش المشاكل أو السلبيات لهذا الكلورو فلورو كاربون إن هم ممكن أحكي لك كلورو فلورو كاربون أو أجيب لك أي وحدة من هدول وقول لك شو الإيجابيات أو السلبيات لهم Disadvantages إنها الكوست لإلهها عالي غالي High cost غالي اتنين Deplete ozone layer بتعمل استنفاذ أو استنزاف لطبقة الأوزون يعني هي مش فلنت للطبيعة هلأ بنيجي لها هاي الكلورو فلورو كاربون عندكم الhydrocarbon like الhydrocarbon like قلت لكم كمان هي من liquified propellant مثال عليهم إيش أمثلة على الhydrocarbon propane isobutene and inbutane طب هلأ بنحكي على advantages وdisadvantages للhydrocarbon الadvantage لإلها إنها inexpensive بعكس لما حكينا عن الفلورو كلورو أو الخلورو فلورو كاربون عفوا حكينا عنها إنها غالية بينما هدول الhydrocarbon هم inexpensive excellent solvent بتدوي بكتير مواد وهذا إش كتير ممتاز إذا بدبو فيها كتير من المواد فمعناته أنا بقدر أحضر هالبريبريشن بشكل سهل does not cause ozone deprivation بعكس الكلورو فلورو كاربون كانت بتعمل ديبليشن للأوزون الdisadvantages بعكس برضو كمان الكلورو فلورو كاربون حكينا عنها إن هي مش قابلة للإشتعال أو الإنفجار لكن الhydrocarbon اتنين بالنسبة للتوكسساتي له هدول الhydrocarbon هي مش معروفة وأنا ما بفضل أستخدم مواد أنا لسه مش عارفة التوكسساتي لإلهم أو خلينا نحكي درجة التوكسساتي لإلها والسمية اللي بتعملها مش كتير معروفة أنا بهمني أستخدم مواد تكون non-toxic هلأ النوع الثالث واللي اتفقنا هو من نوع البروبلنت اللي هم compressed gas اللي هم عندكم nitrogen nitrogen in 2 عندكم هون الصيغة هاي غلط هي N2O في عندكم nitrous oxide وفي عندكم CO2 هلأ الـ nitrous oxide CO2 والـ nitrogen هدول عبارة عن compressed gases أكتر واحد وأكتر واحد من ركز عليه وأكتر واحد استخداما هو nitrogen ليش الـ nitrogen لأنه هو inert وتفقنا كلما كان inert ما فيه incompatibility مع أي مادة بيكون هو أفضل استخدامه فأكتر واحد بيستخدم من هدول compressed gases هي الـ N2 من هو الـ nitrogen طيب هلأ هنا هاي نفس الصفحة اللي فرجتكم لها قبل شوي بس بدي إياكم تركزوا على هاي الفقرة هلأ اتفقنا البروبلنت عندي نوعين عندي liquified وفي عندي compressed gases هلأ liquified أفضل ليش؟ liquified gases أفضل لأنها بتحافظ لي أنه يظل الضغط اللي موجود بهذا الـ aerosol ثابت من بداية استخدام هذا الـ aerosol لعلبة لنهاية استخدامها يعني من أول ما تكوني علبة مليانة لحد ما تفضل من الـ active ingredient بيظل هذا الـ pressure ثابت في حال نحن عم نستخدم liquified gases إذن هاي الجملة مهموا اكتبوها liquified gases are more commonly used as propellant أكتر استخداما هدول liquified because they maintain constant pressure until last drop لحتى آخر drop من هاد الـ aerosol بظل عندي هذا الـ pressure ثابت إذن مين نستخدم أكتر liquified propellant ولا الـ gas compressed propellant نستخدم liquified أكتر طب إذا جيت قلتلك من الـ gas compressed أو الـ compressed gas propellant مين أكتر واحد بستخدمه؟ بستخدم الـ نيتروجين لأنه إنارت طيب هلأ منيجي للـ properties of aerosol أو بفضل نكتبها نحن advantages of the aerosol الـ advantages of the aerosol أول واحدة إنها easy to carry تلاحظوا إنه مرضة الأزمة كتير سهل إنهم يحملوا الـ aerosols معاهم البخاخات كتير سهل إنهم يحملوها إذن easy to carry مش زي ما مثلا نحمل علبة سيرب أو علبة مثلا suspension for liquid as a liquid dosage form مثلا كantibiotic للأطفال هذولة صعب حملهم ممكن حتى ينكسروا لكن بالنسبة للـ aerosol إذن هي easy to carry سهل حملها سهل الـ use لإلها كمان سهل dispense the correct dosage easily hence there is no need for other measuring instruments عم تعطيني الـ accurate dosage form أو الـ accurate dosage الدوز أو الجرعة المظبوطة من دون ما أحتاج لـ measuring tools يعني مثلا لما نعطي الطفل مثلا شراب معين سواء نحن بنحكي عن شراب أو سواء نحن بنحكي عن suspension بضطر إنه يكون في عندي مثلا إما سبون أو بدي يكون في عندي سرنشة حتى أسحب الدوز المظبوطة بدي أعمل measuring قياس لكن هنا بالـ aerosols بتكون أسهل يعني بتكون عادة بحكي كم بخة بخة بختين طلعتين هيك بتكون وعادة بتكون الفالف اللي مستخدمة هي metered valve هاي معلومة إنه metered valve في حيث إنه مجرد ما أضغطت ضغطة واحدة مجرد ما أضغط رح يطلع كمية دوز معينة في كل ضغطة رح تطلع نفس كمية الدوز فبالتالي ما في داعي أعمل measuring بيكفي أحكي كم بخة أو كم ضغطة له هاي الـ aerosols بحاجة لإلهم capability to control the dosage through controlling the valve of the container واتفقنا كلما أنا بعمل controlling للvalve الvalve هو الصمام أكتبوا جنبها إنها بتتحكم بالflow of the spray يعني هي بتتحكم لي بنسياب أو قديش عم يطلع spray من خلال هذا الـ aerosol فإذا أنا بتحكم بهذا الـ valve هذا الإشي ممكن خليني أتحكم بالdosage اللي عم بيصير أو خليني نحكي بالdose تحديداً بالdose اللي رح ياخدها المريض very fast and effective due to getting high concentration of the drug on a small area of the body أنا بعمل apply لهذا الـ aerosol مثلاً لو فرضنا أنا عم بحكي عن الـ aerosol اللي عم بستخدمه بخاخ كمطهر عم نرشه هذا البخاخ على الجلد فبالتالي أنا عم بعطي كمية concentrated كمية concentrated directly على مكان الإصابة فبالتالي أنا بحصل على fast effect وبنفس الوقت لاحظوا إنه رح يكون systemic effect قليل لأنه أنا عم بحطه directly على المكان اللي أنا بدي أستخدمه فبالتالي بعطي high concentration بعطيني fast effect وبنفس الوقت أقل side effect وهي النقطة كتير مهمة stability of the drug as it's not affected to outer agent أو ارجعوا اكتبوا كمان جنبها اللي كاتبلكم إياه هون not exposed to external changes not exposed to external changes هلو علبة هاي الـ aerosol شفتوها مسكرة كان علبة مسكرة بما إنها مسكرة فمعناته أن المادة اللي جوها active ingredient وحتى المواد الثاني الموجودة مش معرضها للظروف الخارجية فبالتالي هي رح تضلها هاي التحضيره more stable إذا stability أعلى بهذا الـ aerosol كمان not affected to the physiological agent in the GIT and others لما أعطي هذا الـ aerosol أنا ما عم بحطه ما عم بوصله directly للـ GIT عم بحطه directly أو بوصله directly للـ site of action فبالتالي أنا مش عم بعرض هذا الـ drug إنه يروح للـ GIT وأنتو بتعرفوا إن كتير في عنا من الأدوية نتيجة الحموضة اللي موجودة بالـ بالـ stomach مثلها degradation فبالتالي أنا بحمي هاي الأدوية اللي بتتحطم بالـ acidic pH اللي موجودة بالـ stomach إنه تصير لها هذا الـ effect إذا أعطيتها الـ aerosol لأنها ما رح تمر لـ رح أحميها من الـ GIT effect uniformity of the dosage during the use of the drug إتفقنا أن كل بخة لأنا عم باستخدم متر دوز عم تعطيني كمية معينة من هذا البخاخ وهي الكمية دوز محددة وبتكون homogenous أنا كتبالكم كمان هون إنها homogenous أو uniform تعطيني نفس الكمية بكل بخة فبالتالي أنا محصل على homogenous دوز أو uniform دوز could be used in more than one pharmaceutical dosage form هلأ قلت لكم فيه إشي بيعطي spray زي مثلا قلت لكم البخاخ اللي بيستخدم لتطهير الجروح مثلا أو بخاخات الأزمة فيه إشي مش forms فومز قلت لكم زي الفومز اللي هي زي shaving foam اللي هو فوم الحلاقة رغوة الحلاقة هذي كمان بخاخ بس بيطلع منها على شكل فوم إذن في عندي أكتر من dosage form ممكن أنا أحصل عليه كمان أنا ضيف لكم هدول advantages رح أقرأهم واحدة واحدة معكم هلأ الكنتينر كمان شوي رح نحكي عن الكنتينر اللي بنحط فيه الأوريسول مختلف مواد مختلفة هلأ أغلب المواد باستثناء اللي glass إذا كان transparent إذا كان شفاف ما بيتمرر الضوء فبالتالي أنا عم بحمي هاي التركيبة من اللايت اتنين عندكم no air no oxidation لاحظنا إنه لما فرجتكم الصورة هون هون في عندكم liquified product أو liquified propellant liquified propellant liquified propellant وهون في عندكم propellant vapor اللي هو على شكل غاز فبالتالي ما في مكان للإير هون فما إنه ما عم بدخل إير فمعناته عم بحمي هاي التركيبة من الاكساديشن كتبالكم هون no air no oxidation فبالتالي أنا حامي هاي الاكتف انجريدينت من أنه يصير في عندها اكساديشن نحصت إنها هي علبة مسكرة فما رح يفوت لها مايكروبيا الكنتامناشن حتى من خلال الأورفز اللي هي فتحة الفالف أو فتحة الاكتشويتر ما رح يمر ما رح يمر منها ميكروبيا الكنتامناشن فبالتالي أنا خلينا نحكي إنه هاي الايروسولز بتكون استيرايل بحافظ إذا كنت أنا مكونها بشكل استيرايل كاملاً أو محضرتها باستيرايل رح أحافظ عليها أو أحافظ على بحيث إنه بمنع دخول الميكروبيا الكنتامناشن لإلهام لحظة إنه ما فيها ووتر عم بحكي ما في ووتر البرابلانت ما في ووتر بما إنه ما في ووتر معناته رح أحمي هاي المواد من الهايدروليسز أنا بتحديداً عم بحكي عن الأكتب إنجريديانت عم بحميها من الهايدروليسز هدولة مهمين أضيفوهم بدي كمان أضيفوا هاي الصفحة إما بتعملوها سيكرينشوت أو بتصوروها أو بتكتبوها بخط إيدكم إحنا حكينا على الأدفانتجز للإيروسول طيب شو هم الدس أدفانتج للإيروسول الدس أدفانتجز للإيروسول أول إشي بالنسبة كاكوست ممكن نعتبرهم أعلى لحظتوا أنه في إلي تكنيك معين بتصنيع الإيروسول فهي أغلى من غيرها من من الدوزيج فورمز كيف أن أتخلص من هذا الامتي كنتينر مش سهل صعب ليش صعب أن أتخلص من الامتي كنتينر لأنه حتى لما تفضل أكتب إنجريديانت بضل جواها بروبلانت وهذا البربلانت عامل بريشر فبالتالي تخلص من هذي الكنتينر بيكون صعب إيروسول باكس مستمي نت إكسبوز تهير تنبريتشر بكوز إتفقنا أن البربلانت اللي موجودة بهدول الإيروسول أغلبهم أو في منهم كتير انفلمة بالمثل قابل الإشتعال أو قابل الإنفجار فعملية تحفظهم أو عملهم استرج بكميات كبيرة بدي يكون أنتبه أنه ما يكون بدرجات حرارة عالية لأنه درجات الحرارة العالية ممكن تساعد في اشتعال أو انفجار هاي المواد البربلانت إذا كانت قابلة هاي البربلانت النوع اللي أنا مستخدمه للإكسبلوجين أو الإنفلميشن وإذا درج إز نت صليبل رقم أربعة وإذا درج إز نت صليبل إن البربلانت إذا نحنا عم نستخدم إحنا حكينا إنه عم باستخدم هذا البربلانت وإذا كانت هاي المواد مش ذائبة المادة الأكتف إنجريتينت مش ذائبة في البربلانت فهم راح أضطر حضره بشكل آخر زي مثلاً سسبنشن امولشن أو إنه يكون مكسجور مع أذر ليكويد هذا إشي مش سهل هذا راح يخلي إنه الإيروسول أصعب لذلك حكينا إنه كل ما كان البربلانت بيذوب كتير من المواد كل ما كان أفضل هلا بروبلانت ميكوز توكسيك ريأكشن كتير من البربلانت لما كنا نحكي عن صفات البربلانت كنا نحكي هذا توكسيك هذا نن توكسيك هذا نن توكسيك هذا توكسيك ليش بيهمني؟ بيهمني لأنه خصوصاً إذا استخدمت البربلانت لفترات طويلة وإذا كان توكسيك ممكن يعطيني توكسيك إفكت هلا نرجع لكتابنا عندكم الـ Uses of Aerosol الـ Uses of Aerosol لحظوا أنا عم بتكتب لكم Local and General Systemical Effect هلا خلينا بالأول بالـ Local For Local Use مثلاً عندكم A on the skin سيقولت لكم المضهر الـ Anti-Septic عندكم الـ Anti-Fungal في كتير من مضادات الفتريات بتلاقوها على شكل بخاخ بالذات اللي بيستخدم للـ القدم الرياضي أو الفتريات اللي بتطلع بين أصابع القدم كمان في عندكم بخاخات موجودة حتى تشيل الـ خلينا نحكي الـ برضو لنفس الشي بتلاقوا مثلاً بيقولك بدي بخاخ للقدم بيشيل أي رائحة سيئة كمان هادو العبارة عن بخاخات Drying, Cooling, Anti-Etching فيه كمان منهم بتكون على شكل بخاخات حتى تعطي أو خلينا نحكي فيها Anti-Histamine فبتعالج الحكة أو بتمنع الحكة كمان إيش مثال على Local للإيروسول خلينا بنحكي بنعمل Applied لهذا الإيروسول Directly على الميوكس ميمبرين زي مثلاً تكون زي Sedative Astringent Anti-Infective Anti-Congestion زي مثلاً بالأنف Anti-Congestion للمضاد للإحتقان هلا For General Use هلا بدأ علقلكم شوي على General Use Through the Mouth in the Treatment of the Azma هلا البخاخات اللي مستخدمها للأزمة هلا هاد البخاخ راح يستخدم منسميهم Inhalers هادول ال Inhalers بكون جواها إيروسول قلت لكم بيكون فيها جهاز أو خلينا نحكي زي تول هيك زي mouth spacer منسميها حتى يقدر المريض يدخل هذا الإيروسول للفم هلا هادول البخاخات عم نستخدمهم عن طريق الفم لكن هذا الرذاذ اللي راح يطلع من البخاخ راح يروح directly للبرونكاي فبالتالي ماشي أنا عم بستخدمه أورال يعني أنا ما عضي حطيته طبيكل أو ما ضفته لوكلي على البرونكاي أنا استخدمته عن طريق الفم لكن الإفكت اللي راح يعطيني إياه راح يكون لوكلي أو تحديداً راح يكون هذا الإفكت الكونسنتريشن راح يكون عالي راح يروح على البرونكاي فالإفكت اللي راح يعطيني إياه راح يكون على البرونكاي مع أقل side effect systemically يعني أوكي إحنا عملنا له administration through the oral إنه حطينا هذا البخاخ بالفم ضغطنا على البخاخ بالتالي يتلعي الأورسول هات الرذاذ اللي راح يطلع أو ال spray راح يروح directly على البرونكاي ولما يروح directly على البرونكاي فمعناته أنا بعطي أكبر concentration على البرونكاي فبالتالي بعطيني مفعول سريع معروف إن الأورسول بتعطيني مفعول سريع خصوصاً إذا كانت المادة الفعالة أصلاً إلها short ones of action يعني بتعطيني المفعول سريع بلس إنه عم بيكون هذا ال concentration بس مركز على المكان site of action اللي هي على البرونكاي عم بحكي عن حالات الأزمة يعني التضيغ في القصبات وهذا الإشي أخدتوه أكيد بفارما 2 زائد إنه أنا بكون ما عرضت الجسم لsystemic side effect عالي فبالتالي عشان هيك دايماً بننبه المرضى اللي بياخدوا بخاخات الكورتكستيرويد إنهم ما يخافوا من هذا الكورتزون إذا كان بخاخ لأنه عم بروح directly على site of action مع أقل افكت أو مع أقل systemic effect ممكن يتعرض له المريض هذا النقطة كتير مهمة كتير بحب أركز عليها هلأ شغلة تانية بنشي للباكينج فما بدي إياكم تضيعوا في فكرة إنه مثلاً بخاخات الأزمة إنه أنا عم بعطيها مكتوب عندكم هون general use معناته إنه إلها high systemic side effect لا أبداً هم هالبخاخ دايريكت اللي عم بيروح على البرونكاي عم بعطي أكبر concentration بالبرونكاي مع أقل systemic side effect هلأ الباكينج كيف بدنا نعمل باكيجينج لهذا الاروسول الاروسول in general هذا الاروسول فيه كان وفيه valve وفيه actuator هذو الأهم شغلات بالباكيجينج الاروسول in general are prepared in especially prepared container عندي container فيه valve dip tube في عندي actuator الاروسول كل هاي الأمور إذن هو special prepared container ممكن يكون هاد الكنتينر من metal plastic or glass فيه الألمنيو ممكن يستخدم كمان having a cover capable of being to be compressed الكفر اتفقنا إنه كان بي كمبريست يعني أنا بضغط على هادا الاكتشويتر بيحتوي على small outlet أو أورفس فتحة بيطلع منها هادا الرذاذ connected هاد الفتحة connected لتيوب سمناه لهو dip tube endless inside the liquid بيكون مغمور داخل الليكود وهذا الاشي شرحناه بس مهمني تعرفوا إنه الكنتينر metal plastic or glass عشان اكتبت لكم إذا كانت من metal أو plastic ما رح تمرر اللايت فأنا عم بحمي هذا الproduct من اللايت حتى اللي glass في منهم بتكون مثلا amber the glass فبتحمي حسب النوع بس هون عادة أغلبهم ما رح تكون إلا metal وبلاستيك أي أكتر إشي مثل حتى and it's measured so that when every time هلا في عندكم بالباكينج بالنسبة للدوز اللي رح تطلع بكل مرة عم نضغط فيها على كل مرة عم نضغط فيها هذا الاغتشويتر كل مرة عم نضغط فيها هذا الاغتشويتر كل مرة عم نضغط فيها هذا الاغتشويتر رح تطلع عندي يعني رح يفتح الصمام تطلع كمية محددة نون أمونت من الدوز عشان يكتفقنا إنه ينفيرمتي وسهل إنه أنا أعطي الدوز المطلوبة من دون أعمل أي مجورنج لأنه كل ضغطة عم تعطيني دوز معينة طب هادي الدوز على شو بتعتمد؟ نحن عم نعمل فيها برسنج احنا اتفقنا كل مرة بنعمل برس رح تطلع نفس كمية الدوز طب هاي الكمية الدوز كيف إن حسبت اللي رح تطلع بكل ضغطة واتفقنا إنها ثابتة بتعتمد على amount of the pressure used the nature of the product طبيعة المواد الموجودة خصوصا الـ and the size of the outlet بناء على هاي الأمور رح يكون في عندي amount of dosage محددة بحيث إنه كل مرة أنا بضغط فيها على هذا الاغتشويتر رح تطلع نفس هاي الكمية المحددة L-storing L-storing aerosols انتفقنا aerosols فيها propellant وهذا الـ propellant في منهم inflammable في منهم explosive في منهم toxic فبالتالي عملية l-storing لـ aerosols كتير مهمة aerosols should be kept in its original container away from light and source of flame بعيدة عن الضو بعيدة عن أي مصدر من صادر الحرارة خصوصا إنه في عندي من عدد من الـ propellant بتكون inflammable قابل الاشتعال والtemperature ما لازم تزيد في حفظ الـ aerosols عن 35 درجة اثنين and should be guarded against direct falling on the ground يعني عدد تم تلاقوا هدو الـ aerosols محطوط في كرتوني مثلا other package مغطي بكرتوني تاني بحيث أحميها انه مجرد موقعت على الأرض ما يصير في عندي مشكلة لأنه إذا موقعت على الأرض وكان في عندي خلينا نحكي ما كانت محمية مني حد الكان هلا لحظوا انه وهي نفسها الكان من مثل من مواد قوية نفس الـ container وكمان ممكن احطها ببكت جنك تاني هلا اهم شي عندي هادي الـ container انها تكون قوية ليش تكون قوية بحيث انه احميها اذا وقعت ما يصير في عندي مشكلة بهذا الغاز لأنه اتفقنا انه ممكن تكون هذا الغاز الـ propellant غاز اغنيتاينغ قابل الاشتعال عند اغنيتاينغ انكتبوا inflammable او عفوا هي flammable هي flammable قابل الاشتعال inflammable بتكون بتقدر تحكوها flammable او inflammable هي بنفس المعنى انها قابلة للاشتعال and explosion explosion يعني انها قابلة ان يصير لها انفجار the propellant use may be toxic تفقنا انه في بعض الـ propellant ممكن تكون toxic زي ايش ممكن نصير التكسوسيتي تكسوسيتي مثلا تعمل نيروينج للبرانكاي تضيق في القصبات ممكن انها تعمل عندكم اذا استخدمت بكميات كبيرة ولفترات طويلة ممكن تعمل effect على الهارد تعمل and so it's important to avoid use in large quantity خصوصا اذا كان عندي الـ propellant المستخدم هو toxic هلا اخر شي بدي احكلكم اياه بس كمراجعة لبعض اسماء الـ dosage 4 مهم تكونوا عارفينها بالعربي كمان احنا ذكرناها بس تفكيرا لكم اتفقنا انه الانما معناها حقنا شراجية ممكن بالعملي مثلا تنسألوا هيك يجبلكم الاسم بالعربي يقولك شرح لي عنها او احكيلي كيف تتحضير اذا كنا ما اخذين تحضيرها مثلا او شو الليبيلينج لالهم الـ gargel اللي هي الغرغرة الاكستراكت المستخرج او المستخلص الـ emulsion مستحلب والـ suspension معلق نفضل نحكي مش محلول معلق معلق ممكن تلاقوها بيحكوها محلول معلق لكن هي احنا بنحكيها الاصح معلق رح بس ظل بدي احكيلكم عن الاختصارات اذكركم فيهم اخدوهم بفارما بس حابين نذكر فيهم شوي الاختصارات للـ dosage forms اللي مرقوا معنا بهذا الفصل اول اختصار عندكم e-l-i-x dot دائما لما نكتب dot يعني عم نحط الاحرف و dot معناته الكلمة الها تكملي بس نحنا حطين اختصار فاول واحدة هي اختصار للـ elixir اول واحدة هي اختصار للـ elixir elixir اختصارها e-l-i-x dot الاختصار الثاني عندكم هون وما تنسوا الـ dot هو اختصار الاكستراكت الاختصار الثالث هو اختصار spirit تنكتشر فيه الو اختصارين يا بتلاقوا tr dot او t-i-n-c هاي اختصاره انا كتب لكم الاختصار لاحظوا ان كلهم small هلأ بتتذكروا لما نحنا حكينا على الـ injections الـ injections اذا بتلاقوا بالكابتل ing بتبلش بكابتل هو عبارة عن اختصار للـ injection في الـ intradermal انجكشن الـ intradermal اللي هي id 2 هلأ وانا حكيت لكم بايام الـ intramuscular ive intravenous هلأ في البعض بيكتبهم small letter بس تلتزموا فيهم هيك افضل وفي عندكم الـ sq او sc لقوا هيك او هيك مكتوبة هلأ الـ lotion هاي اختصاره عندكم اختصار الـ suspension اختصار الـ syrup هنا في دوت وهون في دوت بس مش مكتوبة هدا اختصار السيرابية اما بكون s-y-r او s-y-p هاي او هاي السولوشن برضو اختصارين s-o-l-dot او s-o-l-n برضو كمان دوت السولوشن هلأ الـ lin هلأ الـ drop ممكن تلاقوا مكتوب على الوصفة مثلا g-t-t معناها drop او برضو على علبة الاطراب العلبة الاطراب بتلاقوا مثلا او البتل تبعة الاطراب بتلاقوا g-t-t مكتوب اللي هي معناها drop هلأ ممكن تلاقوها g-t-ts يعني drops جمع هلأ هاتول بس حبيت اذكركم باختصارات الـ dosage forms المرؤمانة بهذا الفصل هيك نحنا مكون نخلصنا مادة صيدلونياتي اتنين النظري اذا عندكم اي سؤالة بعدولية على جروب ادرسوا منيح لامتحانكم ونتبهوا انه مادة الفاينل في عندكم يعني فعليا مواد مش سهلة نحنا بنحكي عن امولشن عندكم ساسبنشن عندكم برينترال هاتول كتير ركزنا عليهم ففعليا حتى طبيعة اسألتهم شوي اصعب لانه فيهم كتير تركيز زائد عندكم وحدة الـ كمان كتير بتها تركيز وربط للأمور فيعني حتى كنوعية اسألة او المادة اللي اخدنا فيها قبل المتر متختلف علينا ناخدها عن الفاينل او ناخدها عن الفاينل لانه طبيعة المادة مختلفة بدها تركيز بدها ربط بالأمور خصوصا للـ الـ فدراسة الفاينل بدها تكون بتركيز كتير بدها تركيز فأدرسوا منيح وبالتوفيق جميعا يعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر